دكتور عبد الحاكم حمادي كنت وقفنا عن قضية ما هي معالم الاستقلاص الاقتصادي تكلمتنا على مستويات عديدة ولكن خليني نقول أعطي لي أهم هذا المعالم باختصار الاستقلال الاقتصادي هو أن الدولة تكون قادرة تعيش منفصلة على المحيط الدولي الذي يحيط بها وبالتالي جديدنا في معانو كان الاستعمار المتواجد في الجزائر بكل صوره جدودنا في الجبل كانوا يعيشوا مستقلين تدير عندهم الحياة انتعهم الاكل كل ما يحتاجوه كانوا مستقلين في الزناني 50 في الزناني 40 في الزناني 30 يعيشوا مستقلين وبالتالي يحتاجوا حتى جهة من الجهات التي تدور بهم وبالتالي الدولة نقول أنها مستقلة لما تكون قادرة باش تلبي الحاجيات انتعها الحاجيات المعيشية الحاجيات التعليمية التصنيعية كذا كذا كل الحاجيات اللي تحتاجها الجزائر تكون قادرة باش توجدها منفصلة عن كل عن ما يدور بها من سواء في دول أخرى سواء وبالتالي معالم الاستقلال الاقتصادي هو أن الجزائر تكون قادرة باش تلبي كل حاجيات انتع المواطنين تاعها بدون ما تحتاج دول أخرى هذا هو يعني خليني نقول في ظل المنظومة العالمية هذه الدكتور عبد الحاكم محمدي شفنا مثلا الأزمة الصحية وتبعات الحرب الروسية اللي خلت أنه العالم خليني نقول سواء كانت قوى اقتصادية كبرى وصغيرة مثلا تتسابق لشراء القمح على روسيا وعلى المنتجين يعني هل هذه الدول الآن معندها يعني حتى ألمانيا اليوم معندها إشكالية طاقة وإشكالية قمح يوم في وقت كورونا كانت هناك إشكالية اللقاحات معلش تسمح لي أنت تكلم لي على معالم الاستقلال الاقتصادي لأن في الحقيقة الاستقلال يقابلوا استعمار نعم حنا لما تكلموا على الاستقلال الاقتصادي حنا نعرف بلي مكانش دولة في العالم اللي تقدر تعيش وحدها تعيش وحدها لكن أحنا أنا أجوبك بالنسبة للسؤال نتاعك معالم الاقتصاد الاستقلال الاقتصاد الاستقلال هو أنك ما تحتاج توحد autour دي vous في هذه البلاد هذه ما نحتاجه توحد لكن لما نتكلموا على الاستقلال الاستقلال قد يكون كدولة قد يكون كجماعة اللي يكون فيها تعاون مثلا للمغرب العربي يكون تعاون بين دول المغرب العربي لا يكون التعاون بين الدول العربية أو الدول الإفريقية وبالتالي لما نتكلم عن الاستقلال لما دولة ما تقدرش تحقق الاستقلال كدولة بمفردها رايحة ترحي للتعاون مع دول أخرى أ particolar تحقق الاستقلال الجماعي وهذا الاستقلال الجماعي الممكن يتحقق الآخرى عظمى وبالتعاون مع دول أخرى مثلا إذا اخدينا أمريكا مثلا نشوفوا بأن أمريكا ذهبت للتصنيع في الصين لما راح تلتصنيع في الصين ستت استراتيجي سوف أقول كما تقدرش تحقق الاستقلال الاقتصادي في أمريكا لكن كان استراتيجيات